السلام عليكم ازيكم يا حلوين عاملين ايه يارب اكونوا بخير النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة عمل الشنطة دي اكيد شرتيها على الانستجرام بتاعي لو انت متابعاني هناك مبدئيا كده لو انت اول مرة تشوفيني وحابوا تتعلمي كوروشية اشتركي في القناة وفعالي الجرس علشان توصلك الفيديوهات اول واحدة اما الناس الحلوة بزيادة اللي متابعاني يا ولكم بالحلوين لايكوشل اسحابكم علشان يستفيدوا زيكم يلا بينا نجاهز ابريتنا ونجاهز خطنا عشان نخش في الموضوع على طول ونعمل الشنطة جلبه فينا اول حاجة هنتعرف مع بعض على نوع الخيط ده خط كليم هو نوع القماش خط جلم اللي هو بيتمطه وسمكه خفيف يعني ما هوش سميك اول هنستخدم معاه ابريعاج مقاس عشرة الشنطة دي اخدت مني من نص كيلو لكيلو لربع خيط علشان بس انا مش عارفة قد ايه بالظبط لان انا عندي كمية غط كبيرة فمش عارفة الوزن اللي اخدته بالظبط بس هو في الحدود دي هنعمل غرزة البداية زي ما انتو شايفين كده وندخلها في الابرة ونبدأ نعمل السلسلة طول السلسلة بطول الشنطة اللي انتعايز ايه انا عاملايها 30 سنتي بحيث ان يكون طولها 15 لان طبعا الجزء ده انا بتنين فوق بعضه ادي 30 سنتي وبعدين سوري 30 غرزة وعملت غرزة زيادة وبعد كده بدأت اعمل في كل غرزة غرزة حشو اهو بنفضل ماشيين في كل غرزة غرزة حشو زي ما انتو شايفين كده وصلنا لاخر غرزتين اللي هي غرزة البداية والغرزة اللي قبلها فغرزة البداية انا بشد الخيط جامد عشان اقفلها لان مش هعمل فيها اه اه اتدوران انا هعمل في الغرزة اللي قبل منها هنا انا هعمل خمس غرز حشو في نفس الغرزة واخليكم مركزين معي يا جماعة علشان تعرفوا المقاس الصحيح علشان ما تبرمش منكم انا هنا حتى كمان عاملالكم الخطوات كلها خمس غرز حشو في الدوران وممكن تكتبوا عدد الغرز اللي انا بقولها لو انتو مش هتشتغلوها دلوقتي يبقى بنعمل خمس غرز حشو في الدوران اهو زي ما انتو شايفين كده اهو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بعد كده هنكمل النحة التانية وهنعمل ايه هنعمل قصاد كل غرزة حشو عمالناها هنعمل غرزة حشو بس هنعملها في الخيط من ورا شايفين في الغرزة من ورا مش اللي هي زهرة من قدام اهي كده هنعمل غرزة حشو هنيجي فطلة الغرزة من ورا اهي شايفين كده جوه الغرزة وندخل الابرة ونعمل غرزة حشو وهنفضل ماشين بنفس الطريقة في كل غرزة هنعمل غرزة حشو لحد ما بنوصل لاخر الصفة اهو داخل كل غرزة بنعمل غرزة حشو وقادي وصلنا لاخر الصفة هنعمل اخر غرزة اهي غرزة حشو وبعدين هناخد غرزة وبعدين هنا بقى داخل الغرزة نفسها ندخل الابرة ونعمل غرز حشو تاني وبالصف ده داخل كل غرزة هنعمل غرزة حشو وقادي وصلنا للخمس غرز اللي احنا عاملينهم في الغرزة الواحدة هنعمل فيهم ايه بقى هنعمل زيهم خمس غرز بس ما بين كل غرزة والتانية سلسلة من غرزة واحدة ادي غرزة وبعدين سلسلة من غرزة وبعدين هنعمل غرزة حشو وبعدين ناخد غرزة ثم غرزة وبعدين غرزة وبعدين غرزة وبعدين غرزة وبعدين غرزة حشو ف boxer وبعدين غرزة وادي خامس غرزة أهي هنعمل فيها غرزة غرزة حشو وبعد كده هنمشي الصف فوق كل غرزة حشو هنعمل غرزة حشو هنا كده ادي غرزة حشو ونكمل الصف كله غرز حشو لحد ما وصلنا اهو لاخر الصف هنعمل غرزة حشو وبعدين هنعمل غرزة ونرجع نكرر الصف تاني فوق كل غرزة هنعمل غرزة حشو لحد ما بنوصل للدوران هنعمل غرزة حشو وقادي وصلنا للدوران بنحط شريطة علشان نعرف الدوران بدء منين علشان الغرز اللي بنعملها هنا بقى في الدوران اهو ادي الشريطة نطلحها لفوق كده نحطها في الجزء اللي احنا اشتغلناه علشان نعرف عدد الغرزة ادي اول غرزة تاني غرزة تالت غرزة رابع غرزة احنا هنا في الدوران بنعمل فوق كل غرزة غرزة حشو خمس غرزة سادس غرزة اهو كده سبعة تمانية تسعة ادي تسع غرز حشو في الدوران زي ما احنا شايفين هنحط برضو شريطة من النحط التانية بحيث ان احنا نبقى عارفين انه دول غرز الحشو اللي احنا بنزوده وبعد كده هنكمل الصف فوق كل غرزة حشو هنعمل غرزة حشو لحد ما نوصل لاخر الصف الفكرة انه كلها غرز حشو لكن في الدوران بنزود عدد الغرز بطريقة معينة هناخد غرزة ونرجع نكرر الصف تاني لحد ما بنوصل للدوران بتاعنا اهو ادي فوق كل غرزة وغرزة حشو وصلنا للدوران هنعمل ادي غرزة اتنين تمام عملنا غرزتين وبعدين تلسلة من غرزة واحدة وبعدين غرزة حشو وبعدين غرزة وبعدين غرزة حشو وبعدين غرزة وبعدين غرزة حشو وبعدين غرزة غرزة حشو بعدين غرزة غرزة حشو وصلنا للغرزة التامنة التامنة والتسعة هنعمل غرزتين حشو وارا بعد على طول ادي واحد وادي الغرزة التانية زي ما بدأنا بغرزتين حشو بنقفل بغرزتين حشو وبعد كده بنكمل الصف كله فوق كل غرزة غرزة حشو بالطريقة دي كده لحد ما وصلنا لاخر الصف بناخد غرزة ونرجع نكرر الصف تاني فوق كل غرزة حشو بنعمل غرزة حشو لحد ما بنوصل للدوران وهنعمل فوق كل غرزة غرزة حشو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر تلاتاشر اربعةاشر وبعدين خمسةاشر يوبا احنا كانوا تسع غرز حشو بقوا خمسةاشر قادي خمسةاشر غرزة وبعد كده هنبدأ الصف لحد اخره غرز حشو قادي وقادي خلصنا الصف هنعمل غرزة ونرجع نكرر الصف تاني غرز حشو فوق كل غرزة غرزة حشو لحد ما بنوصل لايه؟ ايوه برفع عليك ونوصل للدوران وصلنا للدوران بنجيب الفاصل نحطه هنا كده علشان نبدأ نشتغل على الدوران احنا عندنا خمسةاشر غرزة هنعمل ايدي غرزة اتنين تلاتة اربعة وبعد كده هنعمل غرزة غرزة سلسلة وبعدين غرزة وبعدين غرزة سلسلة وبعدين غرزة حشو وبعدين ناخد غرزة وبعدين غرزة حشو وبعدين ناخد غرزة وهنفضل ماشين كده واخر اربع غرز بنعملهم جنب بعض من غير ما يكون ما بينهم غرز سلسلة اهو هنعمل غرزة حشو اهو اخر الأربعة بنعملهم زي اربع غرز الحشو اللي بدأناهم في الدوران اهو كده يوب احنا عندنا اربع غرز يمين واربع غرز شمال والغرز اللي في النصة عاملين ما بين كل غرزة والتانية عاملين غرزة سلسلة اهو زي ما انتو شايفين وكملنا لحد الآخر غرز الحشو العادية بتاعتنا وبعدين اخدنا غرزة ونرجع نشتغل تاني الصف كله زي ما تعودنا غرزة حشو فوق كل غرزة لحد ما بنوصل للدوران اهو كده غرزة حشو وادي وصلنا للدوران واحنا عندنا هنا في الدوران 23 غرزة هنعمل فوق كل غرزة غرزة حشو ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عشرة حدوشر اتنوشر اتنوشر تلاتوشر اربعة وشر اربعة وشر خمسة وشر ستة وشر سبعة وشر اتنوشر طمانتاشر تسعة وشر ساعتوشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين غرزة زي ما قلت لكم يريد تكتبوا عندكم الارقام وانا شغالة قصاتكم ما قطعتش الفيديو زي ما انتم شايفين ادي الثلاتة وعشرين غرزة وطبعا بنكمل الصف الحد الاخر غرز حشو ادي وصلنا الاخر الصف هنا بقى ايه انا غيرت اللون في الصف يعني الصفين اللي جايين هستخدم لون مختلف انا بس ايه حبيت ان انا اديها منظر اكتر طبعا انتي ممكن تعمليها كلها سادة ما فيش مشكلة ادي بعد ما غيرنا اللون بالطريقة اللي انتم شايفينها دي هاخد غرزة وارجع اقرر نفس الصف اللي انا عملته كله اهو بمشي فوق كل غرزة اهو نحط كده الجزء ده علشان آآ ناخده معانا في الغرز اهي كده يب هنعمل في كل غرزة غرزة حشو حتى في الدوران اهو يب احنا بنكرر الصف اللي فده مرتين واربعة على فكرة ايه دي غرزة حشو هنفضل ماشين كده اهي داخل كل غرزة غرزة حشو بس الخيط ده على فكرة ادخل من الخيط اللي استخدمته الاولين ادي وصلنا اهو في الدوران هعمل التلاتة وعشرين غرزة اللي انا عملاهم قبل كده اهو هفضل ماشي فوق كل غرزة حشو اهو بس برضو بحط اهي الشريطة فوق كل غرزة حشو بعمل غرزة حشو ايوب عندي تلاتة وعشرين غرزة حشو في الدوران اعيب الطريقة دي كده زي ما انتم شايفين ببقى فوق كل غرزة حشو بعمل غرزة حشو وادي خلصنا الصف كله هنكرره تاني نفس الصف كله بنكرره تاني فوق كل غرزة حشو بنعمل غرزة حشو نكرر لحد ما بنوصل لنهاية الصف الناحية التاني وادي وصلنا لنهاية الصف نرجع بقى نستخدم الخيط بتاعنا الاساسي يعني ادي عملنا اخر غرزة ندخل بقى الخيط الاساسي بتاعنا نقفل بيه الغرزة دي اهي كده نقفل غرزة الحشو وبعدين هنعمل غرزة ونرجع نكرر برضو نفس الصفين اللي فاتوا بس في الدوران هنعمل شغل مختلف هنعمل فوق كل غرزة حشو هنعمل غرزة حشو لحد ما نوصل للدوران هنا كده نرجع نشتغل تاني فوق كل غرزة حشو هنعمل غرزة حشو حانت يا جماعة خلاص قربنا نخلص الشنط شفتوا ازاي الطريقة سهلة وبسيطة هو بس غرز الدوران اللي تركزي فيها هنا بقى هنعمل ايه في غرز الدوران هنعمل سبع غرز حشو ده اول حاجة تمام؟ وبعد كده هنعمل بعد السبع غرز حشو هنعمل ما بين كل غرزة غرزة حشو سوري ما بين كل غرزة حشو والتانية بنعمل سلسلة من غرزة واحدة اهو كده ادي سلسلة من غرزة واحدة وبعدين غرزة حشو وبعدين غرزة وبعدين غرزة حشو وبعدين غرزة وبعدين غرزة حشو وبعدين غرزة غرزة حشو وبعدين غرزة وبعدين غرزة حشو هنا بقى بنعمل سبع غرز حشو فيه السبع غرز الأخرانيين يب احنا عملنا سبع غرز في البداية وسبع غرز في النهاية والغرز اللي في النص بنعمل اللي هما التمن غرز بنعمل ما بينهم غرزة ما بين كل غرزة والتانية غرزة وبعدين بنكمل الصف لحد الآخر غرز حشو زي ما انتو شايفين كده اهو اهو بالطريقة ادي بعد ما خلصنا الصف كله اهو كده خلصنا لحد الآخر بعد كده هناخد غرزة وبعدين هنعمل ايه بقى احنا هنا هناخد هنا كده غرزة حشو في الغرزة دي وبعدين هنكمل الصف لحد الآخر غرز حشو اهو وصلنا لحد الآخر بعد كده هنعمل ايه هنبروز الجزء اللي هنا ده اللي هو الطرف ده اللي مفهوش الدائرة هنعمله غرز حشو هنعمل فوق كل غرزة غرزة حشو زي ما انتو شايفين كده اهو لحد ما وصلنا لاخر الطرف هنا كده اهي هنعمل غرزة حشو وبعدين غرزة كمان ونقفل بقى الغرز دي اهي هنقفل في اول غرزة هنا هنقفل الغرز بعد كده هنقفل اه الشمطة يعني زي ما انتو شايفين الشكل ده كده هنقفل هنا بداية من اه يعني من عند الدوران لان احنا عاملين تلاتين غرزة نشوف نهاية التلاتين غرزة فين نقفل بالطريقة دي زي ما انتو شايفين بناخد طرف الغرزة اليمين مع طرف الغرزة الشمالي يعني مندخل الابرة جواهم هما الاتنين مع بعض اهي بالطريقة دي كده الضرفين الي جوا اللي هما أصاد بعض بناخدهم كده مع بعض وبنعمل غرزة قفل بالطريقة دي كده اهي من نخلل الابرة من هنا وناخد الطرف الثاني اهو من الناحى التانية ونقفلهم بغرزة قفل نفضل ماشين بنفس الطريقة لحد آخر الصف ده وبعدين نعمل نفس الطريقة في النحط تانية نقفلها من النحط تانية يعني هي الشنطة كلها قطعة واحدة اهو زي ما انتوا شايفين قفلتها من النحيطين وبعدين بقلبها على العدلة بتاعتها لان الخياطة دي بتكون من جوه او زي ما انتوا شايفين شايفين شكل الخياطة عاملية زي من بره مدية شكل حجل بعد كده بجيب سلسلة لو عندك اللي هي السلسلة بتاعت الشنطة الكروس اهي او اللي هي الشنطة البرترفيه دي للسواريه بنركبها كده في الشنطة من هنا واقصدها من النحط تانية اهي احنا طبعا كده نكون خلصنا شغل الكروشيه بتاع الشنطة هي بس ايه بنركب لها اليد وكمان ممكن نركب لها زي زرار من قدام او اي حاجة تكون منظر زي ما شفتوا الصورة بتاعتها اهي من هنا كده شايفين انا ركبت حتة زي دي كده ربطتها من جوه دخلتها من هنا وربطتها ودي فرضة حلق اه علقتها كده فيها الجيش بيقولك الصرف طبعا فاحنا جبنا فرضة حلق عندنا اه علقناها وممكن نقفلها نقفل بيها اهي فرضة الحلق نقفل بيها الخيط اللي احنا عاملينه فيها ونقفلها اهو زي ما انتو شايفين كده ده بيكون شكلها النهيي اتمنى ان الطريقة تكون سهلة وبسيطة وعجبتكم وقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهات تعلم الكروشين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته